الحقيقة انه اتمنى انكم تكونوا شفتوا افتتاح بطولة الفروسية النهارة يعني بطولة اكتر من عظيمة البطولة العربية العسكرية للفروسية سنة عشرين الاربعة وعشرين واللي بنستضفها عندنا عندنا فين بقى اقولك المسألة مش في اللي انت شايفه قدامك بس ده مش في الملاعب دي بس المسألة اكبر من كده بكتير المسألة في حدوتة كبيرة الحدوتة دي بدأت لما خدنا قرار نبني مصر كلنا من اول وجديد الحدوتة بدأت لما اصبح في عندنا مصطلح اسمه الجمهورية الجديدة ويمكن حتى من قبل ما يحصل سك لهذا المصطلح المصطلح اللي الناس خرجته من عقولها طلع من عقول الجماهير طلع من عقول ميت مليون مواطن مصري بيحلموا بجمهورية جديدة فيها كل شيء مختلف فيها حاجات حديثة فيها أنماط مختلفة فيها طريقة مختلفة للتعامل بص بقى المنظر اللي قدام حضرتك ده شايف أنت هنا بتتكلم على مدينة أولمبية بمعايير عالمية زي ما الكتاب بيقول أنا كتاب يوسف أقول لك كتاب المعايير بتاع كافة الاتحادات الدولية وزي ما قال فخامة الرئيس اللي الحقيقة يعني هو بنفسه اللي افتتح هذه البطولة العربية واللي بتنظمها القوات المسلحة وتحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عشان تبقى فاهم قبل ما كلمك عن التفاصيل اللي انت شفته قدامك ده المدينة الأولمبية بتاعتنا بتاعة العاصمة الإدارية الجديدة الكتاب بتاع الاتحادات الرياضية الدولية ليه معايير بيقول والله يا جماعة مثلا في السباحة معاييرنا 1-3-4 في السباحة التوقيعية معاييرنا كذا في الجنباز معاييرنا كذا في رفع الأثقال معاييرنا كذا في ألعاب القوة معاييرنا كذا احنا خدنا كتاب المعايير ونفزنا بالملي بالحرف أصبح في عندنا مدينة أولمبية عالمية مش بس نفخر بيها احنا كمصريين لكن اقتباسا من كلام فخامة الريس يفخر بيها كل الشعب العربي كل الشعب العربي عنده النهاردة مدينة أولمبية كاملة متكاملة كاملة متكاملة طاليق بمكانتنا مصر وطاليق بكل الشعوب العربية أنهم يفخروا بيها لأنه دي مدينة تقام عليها أحداث رياضية عالمية المزيع اللي بتكلم يعني كل حرف بيقوله أنا مش بكلمك على هذا الافتتاح الرائع والجميل لا أنا بكلمك على أصل الموضوع هذه المدينة تعرف أنه حلم من أحلامنا أن احنا كان يبقى فيه عندنا مثلا حاجة اللي هي العاصمة الإدارية أو العاصمة الإدارية الجديدة زي دلوقتي ليه كان عندنا هذا الحلم وبالمناسبة هذا الحلم كنا بنتكلم فيه أنا حضرت مناقشات وأنا عيل زغير في وسط كبار الكتاب والمفكرين المصريين وكان تحديدا أتذكر مناقشات كتير جدا حضرتها كطفل زاهب كده إلى هناك يعني مع أمي في بيت الأستاذ والكاتب والمفكر الاشتراكي العظيم أستاذ محمد عوضة الله يرحمه وكانوا دايما نتكلموا على أنه أصبح هناك ضرورة لنقل العاصمة ولازم مش كل الكلام اللطيف ده حلم حلم وحلم طال انتظاره الحمد لله والشكر الله جيفة خامة رئيس عبدالفتاح السيسي الحمد لله والشكر لله الرئيس فورا اشتغل على ده لو تتذكروا أول مرة كنا نتكلم عن العاصمة الإدارية الجديدة في عهد فخامة الرئيس بشكل معلن كان فيه مارس سنة 2015 كان فيه المؤتمر الاقتصادي اللي اتعمل في شرم الشيخ إذا كنتم تتذكرون وكان فيه مخطط كبير ومكات ضخم عملاق لهذه العاصمة الإدارية الجديدة مشوفنا بص 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 شوف بقى كده وهي منورة وهي مضاءة علشان تبان قدامك علشان تشوفها علشان تشوف انت كمصري وصلت فين يا جماعة أنا مش عايزة فكركم أيام صعبة لما مرة كنا عايزين نستضيف كاس العالم ورحنا ورجعنا بما يطلق عليه أنا داك صحفيا صفر المنديال ولا حد صوت لنا قالولنا يا جماعة منشآتك الرياضية لا تصلح ما تنفعش كلام دا كان زماني يعني مش من زمان قوي يعني أنا طبعا مش شاف كل الملاعب يعني عشان عمر زكريا الصديق العزيز مخرج من الرائع بيقول لي عارف ما البقى فقلت له بصراحة عمر لا ما أحركنيش رحي بيقول لي الأحركني إطلاقا دا أنا طبعا برضو النظر بقى على قد مش بقى زماني يعني لكن بشوف من بعيد لكن اللي أنا بكلمك عليه دا أنت بتتكلم على مدينة أولمبية عالمية زيها زي المدن اللي موجودة في أوروبا ويمكن في بعض الأحوال كمان أنا بقولك آه بملو البق أيوة يا السلام سلم واضح إن إحنا اللي هناك دا ملعب بكرة قدم لأنه هو الشكل المستطيل أظن على حسب المئيس يبقى دا كرة قدم اللي هو منور بالأبيض قوي هناك دا واضح إن دي منشآت بتاعة الخيل هي دي أول واحدة خالص دي اللي أقيمت عليها البطولة بتاعت النهاردة لأول حاجة تستقبلها أنت في الشاشة هاوكا بتتفرج دا أظن ذلك يعني الخلق فيه هناك أهو ألا يبقى المدور اللي هناك دا هو دا ملعب الكورة صح؟ المدرجات اللي هناك دي المبنى اللي هو عليه موضاء كده تحسن أنه هو مدور اللي قبل الأزرق اللي قبل الأزرق آه المستدير اللي دا غالب دا المدرجات بتاعته الملعب بالتأكيد أبو طبيعة الحال هيبقى في النص الخلاصة عشان بس مفتيش أنا محب شافتي الخلاصة يا جماعة اللي انتو شايفينه قدامكو دا هذا الكلام الحقيقة مش في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الكلام مش في الاتحاد الأوروبي هذا الكلام مش في كندا هذا الكلام دا مش في استراليا الكلام دا موجود على بعد يعني مشوار لو احنا مما سبيرو الحد هناك ناخده تقريبا ساعة إلا ربع في مكان نفخر بيه كلنا اسمه العاصمة الإدارية الجديدة ودي جزء من هذه العاصمة جزء من المنتج الضخم اللي اسمه العاصمة الإدارية الجديدة عندنا مدينة أولمبية نرفع بيها رصنا ما ناخدش صفر المونديال تاني ما ناخدش صفر المونديال تاني مش مذكر تا كان سنة كام بسنة أتذكر أنه وقتها كنت يعني اتخرجت من الجامعة واشتغلت المزيع في التلفزيون المصري وما إلى ذلك يعني وكان شيء مؤلم على كل مصري إن احنا نرجع كده بخفاي حنين زي ما بيتقال عائدين خالي الوفاض ما عناش حاجة ما حدش ادالنا أي تصويت لما نبص على المال قالك يا جماعة أنتو جايلينا بملف طويل عريض ما فيهوش حاجة ملعبكم ما تنفعش منشآتكم ما تنفعش أماكن المبيت ما تنفعش أماكن إقامة الوفود الرياضية ما تنفعش إلخ إلخ أنتو ما عندكوش حاجة مش هاخدك على أنه إحنا ما كانش عندنا حاجة في حاجات كتير يعني وإحنا عايزين نعمل مدن صناقة فكينا بنعمل أي كلام عايزين نعمل مدن سكنية ومجتمعات تمارية قبل نعمل أي كلام مش أي كلام علشان إحنا ما عندناش خبرات وما عندناش عقول لأن إحنا عندنا خبرات وعقول زي الفل زي الفل الشيء بالشيء يذكر علشان برضو الأمانة يعني إحنا من زمان عندنا عقل بارع جدا في التخطيط العمراني هذا العقل في مرحلة ما تولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ثم تولى وزارة الإسكان ثم أصبح رئيس مجلس وزراء مصر اسمه دكتور مصطفى مدبولي بالمناسبة دكتور مصطفى بعيدا عن أنه رئيس مجلس وزراء مصر هو واحد من أبرع أسازة التخطيط العمراني مش بس في مصر بل في المنطقة بالكامل واحد من الأسماء المعروفة في هذا المجال على مستوى دولي يعني وعايز أقولك أنه هؤلاء المخططين المهندسين مهندسين التخطيط العمراني المصريين هم اللي عملونا العاصمة الإدارية الجديدة وهم اللي عملونا المدينة الأولمبية هذه الناس دي هؤلاء المخططين وهؤلاء المنفذين أيضا الناس اللي نفذت لحد أخوي اللي بيجي من بلدنا وهو يوقف في نقحة الشمس زي النهاردة على سبيل المثال يا جماعة النهاردة كان يوم تنظيمي بس أناس كنت تتخيلوا الناس أهلينا اللي بيجوا من بلدنا في الصعيد واللي من بلدنا في بحري وبيشتغلوا في البنى ده مش بتكلم بس على أخواتنا المهندسين بتكلم على أخواتنا الفوعلية الجدعان اللي شايل أصعة المونة على ظهره وعلى كتفه في عز نقحة الشمس أو في عز مطر وبرد الشتاء أنا بنتكلم على الآلاف من الإيد العاملة المصرية بنت هذا الإنجاز الضخم اللي إحنا النهاردة وقفين بنفتتح فيه بطولة دولية للفروسية زي ما حضراتكم شايفين اللي في يوم من الأيام هنلاقي بنستضيف فيه أولمبياد وبنستضيف فيه كاسعالم لكرة القدم وكؤوس للرياضات المختلفة والبطولات العالمية المختلفة فيه جهد كبير اتبازل جهد زهني وفيه جهد جسدي وعنينا كلنا من كم مضغوط صعبة جدا وكسب وإشعات وتأويل ومنتهى قلة الأدب وفي النهاية خالص وصلنا للحضراتكم شايفينه ده أنا أدعوك عزيز المواطن إنك تقدر تاخد أسرتك اللطيفة في وقت من الأوقات يبقى الجو اللطيف كده وروح يتماشى في العاصمة الإدارية والله 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 وأنا أعني كلامي والله كمان مرة إلا ما رحش هناك فايته كتير إلا ما رحش هناك فايته كتير المكان ده مكان فعلا يستحق إن إحنا نحتفي به في كل لحظة مش هقولك بيس في كل يوم مكان معمول ومتخطط ومتنصق على أعلى معايير عرفها العالم المدينة الأولمبية جزء من كل أعلى معايير التساعات الشوارع نظم الإضاءة البنية الأساسية بتاعتها اللي إنت كنت بتتفرج عليه في الأفلام وفي بعضها كانت الأفلام الخيالية إن إنت تبقى لا مش بس كده أنا بس عايز أقولك حاجة العاصمة الإدارية دي كلها في مدينة تحت الأرض بس المدينة عبارة عن إيه بقى؟ فيها كل حاجة متعلقة ببنيتها الأساسية خطوط الصرف المية الفايبر أوبتيكس الاتصالات أي حاجة أي حاجة متعلقة بالبنية الأساسية بتاعت هذه العاصمة الإدارية الجديدة كلها تحت الأرض مش بقى هنحفر ونطلع الكابل ونغير المصورة مفيش الكلام ده بتتكلم على العاصمة هي اللي إنت شايفها فوق في بقى تحت الأرض تنزل تمشي تغير الحاجة وبعربيات تتحرك جواها علشان خطر المهندسين والعمال والكفاءات اللي بتشتغل تحت هناك دي علشان خطر لو فيه أي شيء يتعمل يتعمل ويتصين ويتزبط ما بقاش فيه حاجة اسمها يا ترى هل ترى هنعمل الحاجة وبعد شوية بوز لأ بقى معمول حساب كل شيء ولما تبوز هنكسر تاني لأ بقين عاملين حساب كل شيء اللي انت شايفه قدامك هذا الإبهار وجزء من كل وتاني أنا مش بكلمك على الافتتاح خالص إحنا بنعمل الافتتاح ده الحاجات الافتتاحات دلوقتي بقى بالنسبال لنا والاحتفالات الكبرى عادي إحنا شفنا موكب المميوات وشفنا طريق الكباش وشفنا حاجات كتير فأنا بالنسبالي عارف اللي هو أنا إيه عادي كده افتتاحات كده إبهار في الصورة كده طبيعي وبالمناسبة هو طبيعي علينا كمصريين يعني إحنا شعب عموما طول الوقت فناني يعني طول الوقت أكتر من ستة تلاف سنة فأنا من الناس اللي هي من أنصر أنه هدي الحضارة عمرها أكتر من 12 ألف سنة كمان وهنبقى اتناقش في ده بعدين مش دلوقتي يعني لكن اللي بكلمك عليه هو أنه أنا اللي يعنيني دلوقتي ما بقاش هذا الشكل اللي افتتاحي البطولة دي شيء عظيم هذه البطولة الرائعة أنا بكلمك على المدينة دي اتعملت إزاي الجهج اللي تبزل هذه المدينة الأولمبية هذه المدينة العالمية عشان كده أنا مصر على أنها جزء من كل مبهر خد بعضك الجو يبقى لطيفة أنا عارف أنه يومين اللي فاتوا دولك كانوا حر بيقولوا أنه بكرة هتنكسر موجة الحر دي يعني لو سمحت فرصة يومين ثلاثة أجازة هو خميس جمعة سبت نصنطيبين أي التحريش سينة خدوا بعضك وروح اتفرج العاصمة مش زي ما بيقولولك شوية المقطيع بتاع الإخوان عشان تخش بالتذكرة والهبا اللي بيعودوا يقولولك ده تشوي الكلام فارغ خم بعضك وركب العربية وروح وتفرج وتمشى ووري ولادك ورّي أخواتك الصغيرين ورّي أريبك الصغيرين إزاي العاصمة دي موجودة عندنا في مصر هذه المباني العظيمة هذا التنسيق السليم هذا التخطيط السليم إلا مش بس البرج الأيقوني ومش بس حي البنوك روح اتفرج هناك على الحي الحكومي روح اتفرج على مجلسي النواب والشيوخ روح اتفرج شوف الحاجات دي افخر بهذا البلد افخر بنفسك لأنه أنت اللي بنيت اوعى تستسلم للكلام الفاضي بتاع شوات المقاطيع دي عيال تفة لا هدف لهم على الإطلاق سوى الإفساد والتخريب خلي بالك في عيال كده زي العيال بتاعت الإخوان كلهم مش بس العيال المقاطيع اللي مترميين في لندن دو لا 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 العيال دي بص هي مصر هترجع في إيدي الإخوان تاني الاستحالة انسى ما حصلتش في تاريخ مصر ما حصلتش مش بس إخوان ما حصلش إن فيه المصريين انتفضوا وثاروا ضد ناس زي من هذه الشاكلة وهابقى مش لكوا تمر راح بحكي لك على المشموريين مهم يعني ورجعوا تاني مش حد بيرجع قلويس لكن دول بتوع طريقة فيها لخفيها يعني حكمكم وانقتلكم نخرب عقولكم نخرب اقتصادكم هنخبضكم بالشائعات هنوجع دماغك هنكد عليك هفسد قدرتك حتى على الانتاج أنا عايزك تنزل الصبح الشغل متقدر عايزك تروح الجامعة يائس عايزك تخش المدرسة مستاء عايزك تقعد في بيتكو الآن متوتر هم الإخوان عايزين كده فيها لخفيها هم عارفين بقى ان هم مهماش فيها فبيعمل ايه اخفيها مدينة أولمبياة ما هتلاقى فعنا بص انا مشوفتش لسه ولا حد فيهم يعني هرجع انا بقعد اتفرج كده اشوفهم عن يوتيوب ايه العال دي ايه هبلت قالت ايه فهيعدينكم مدينة أولمبياة ايه وصرفوا عليها كام وعملوا بص يا مولانا مفيش حد بيكسب غير لما بيصرف هو انت عاوز تفتح مشروع وتكسب من غير ما تصرف فيه فلوس طب ازاي انا ورت لكم بارح قناة السويس حفرنا قناة السويس بفلوس وبئدين المصرية فجابت لنا عائدات عملنا العاصمة الإدارية الجديدة وجابت لنا عائدات بنعمل عملنا المدينة الأولمبية بتاعتنا في العاصمة الإدارية الجديدة وتجيب لنا العائدات الأدبية كان لازم لازم نبقى متشرفين احنا نستحق ده احنا نستحق ده هو احنا مصر اكبر واعظم حضارة عرفتها الإنسانية اعظم شعب عرفته الإنسانية ازكى عقول عرفتها الإنسانية ما تستحقش يبقى عندها زي كده نستحق ونص حقنا يا جماعة الشغل ده بتاعنا بأدينا بعقلنا بمخينا بفلوسنا لازم تفاهمين كده واحنا نستحق ده وبالتالي ده بعد كده لما يبقى فيه بطولات دولية ويبقى فيه أولمبياد ويبقى فيه مونديال ويبقى فيه مش عارف إيه هو هيجيب لك برضو فلوس بالمناسبة يعني ومش بس فلوس يعني هيجيب لك فلوس بشكل مباشر وبشكل غير مباشر لأنه بتاعنا خاصة تتكلم على السيحة الرياضية اللي حصل ده بالمناسبة ده حاجة في الماركينج سموها البلايسمينت البلايسمينت ده اللي هو التموضع أنا بعمل أول مدينة أولمبية متكملة عالمية وأكبر في المنطقة فيش حد عنده زي في المنطقة أنا مصر هنا يا بقى دي مش أقولك وأعوده بالله من كلمة أنا لا أنا مصر أستحق ده وأنا الوحيد اللي يعرف يعمل ده إحنا كعرب نستحق ونفخر بأنه عندنا في مصر ده طيب البلايسمينت أو التسويق يعني تسويقيا أنا بعمل إيه لازم بتتبقى فيهم الحتة دي إحنا تسويقيا بنعمل إيه هو أنت فاكر إحنا بنعمل عاملين البرج الأيكوني عشان إحنا عندنا البرج الأيكوني طيب ده شكل من أشكال التسويق لازم تبقى فيهم إنه أنا بقول إيه أنا بعمل أعلى بناء موجود في إفريقيا فأنا بعمل هنا إيه لفتة أنظار جذب أنا عندي في مصر كذا إنت فاكر ليه في دبي عامل برج خليفة ده ماركتنج لدبي صح ولا لأ مشو أتها الناس وقلتك عايزين نروح دبي وعايزين نشوف المباني اللي هناك ونشوف الشوارع وعايزين نشوف برج خليفة وعايزين نعمل كذا وكتاب ده ماركتنج فأصبحت وجهة للسياح وجهة للإستثمار وجهة للتبضع زي ما بتقال شوپنج وجهة حد يقدر ينكر إنهما ناس نجحة ناس نجحة حد يقدر ينكر إن إحنا ناس نجحة وشبطار إحنا ناس شبطار ونجحين فبنعمل آه ده أعلى مبنى موجود في إفريقيا عندي ده أول مدينة عالمية مدينة رياضية عالمية عندي ده أنا بعمل عاصمة إدارية جديدة في مصر على أعلى نصق دولي عندي ده أنا بعمل أطول نهر أخضر في العالم عندي ده أنا كل ده تسويق هل بيجيب لي حاجة؟ آه هل أنا بحقق فوقت من العاصمة؟ بالمفتشر من الآخر؟ آه وقف علي بمكسب؟ آه اللي بيقولولك الإخوان كذب كذب بواح وأصلها وما بنصرف الفلوس؟ لا يا حبيبي حد يجي يقولك أصلي يا جماعة لما تبقى من خارج موازنة الدولة بغلط لا ليه؟ دي شركة إيه هو اللي غلط؟ يعني غلط إزاي؟ شركة أرض اتباعت جابت فلوس من المستثمرين بنينا بيها الحي الحكومي بقيت الحاجات كلها استثمرات خاصة أنا جاي بفلوسة أنا كسبان جاي بجوان مش جون واحد آه مدينة أولمبية عالمية أجيب على طول بطولات دولية خلاص كل سنة والتضيبين ما بقيتش بقى محتاجة أفكر يا ترى هل ترى نقدم بقى علشان ناخد البطولة ولا ما ناخدهاش طب أنا عندي منشآت كفاية طب عندي غرف فندوقية كفاية طب عندي أماكن مبيد كفاية طب الناس هتروح فين طب الانتقلات طب التأمين طب أنا هحركهم في كم محافظة وفي كم مدينة لا 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 أهلا وسهلا بك في العاصمة الإدارية نورت مصر